تقارير وصور القتل المدنيين في بوتشا مقلقة للغاية يجب التأكد من حقيقة الحادث وسببه الكلام هنا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاولي جيان خلال لقاء صحفي وبحسب تقارير إعلامية فقد تم العثور على ما لا يقل عن 280 شخصا بينهم أطفال قتلى في بلدة بوتشا الواقعة خارج كييف في وقت نفت فيه وزارة الدفاع الروسية اتهامات كييف بقتل مدنيين في هذه البلدة المتحدث باسم الخارجية الصينية قال إن بكين تولي اهتماما وثيقا بالوضع الإنساني في أوكرانيا ومعاناة المدنيين مضيفا بأنه ينبغي ألا تسيس القضايا الإنسانية ويجب أن تستند أي تهمة على حقائق لافتا إلى أن الصين تدعم جميع المقترحات والإجراءات لتخفيف الأزمة الإنسانية في أوكرانيا وستعمل مع المجتمع الدولي لمنع أي ضرر للمدنيين